مسلسلنا النهاردة بيتكلم عن اتنين متراجتين مع بعض ومحدش فيهم عارف ولا جيه في باله وان كل واحد فيهم عينه على التاني فتعالوا بينا نشوف حكايتهم بتقول ايه وقابل ما نبتدي عايزة اقول لكم دعمكم للقناة مهم جدا عشان نكمل مع بعض فبتمنى منكم تشتركوا في القناة لو لسه مشتركتوش وفعالوا الجرس عشان متفوتوش ملخصاتنا الحلوة ويلا بينا بيبتدي ملخصنا من عند سول قاعدة في النايت كلاب بتشرب مهيته وعينها ما تشالتش من عالشاب الحلوة اللي قاهد عالبار بيشرب الله محفظنا حاجة اسفارة وبتقول مين يسدى ان الامر الوحيد اللي بيجي يكلم نفسه هنا كل يوم يبقى جو وريس شركة شيشو اكبر شركة في البلد هي الفلوس مش كل حاجة فعلا بس بما اننا بنتكلم في الفلوس فنلازم اشقوته في اسرع وقت وتجوز واخلص من زن اهلي اما بطلنا الوسيم اللي لعين عليه فهو كان قاعد مركز معيها وبيقول ان بيجي مخصوص كل يوم عشان يشوفها وانها اكيد بتيجي هنا تشرب عشان تنسى همومها وانه مش مصد انه لقاها بعد ما سابها من عشر سنين بعدها بنعرف ان سوم اتفق معكم بارسي يجي يعمل فيها باد بوي ويضايها وهي عند البار بس زلع فيه مبعافية شوية وراح يعمل النمرة دي قرب الحمام وفي النهاية النتيجة كانت واحدة وقام جو ضربه فاستغلت بنتنا اللي حصل وعملت فيها سكرانة وواعت عليه كده وقالت له يوديها قط الفن ووديت له المفتاح فقامت اللهها ولقاها بتقوله ان حبيبها واختها خانوا على نفس السرير ده وان عادي هي كمان تخون حبيبها وقامت مدمعة دمعتين ومجرجرال حاجات ما تخصناش وحصل اللي حصل والصبح صاحي جولي كان نايم بعيدة عنها بعد ما شاف كابوس لنفسه وهو طفل بيجري في مزرعة شاي وحد بيجري وراه وكان مخضوط جدا من الكابوس فصحيت وفيلمة حصل ايه بينهم وقالت له هنعتبر مفيش حاجة حصلت قال لها لا والله يا سوريا فيش الكلام ده فحاولت تديله فلوس ام قال لها لا انا مش عايز غيرك وهي سمعت الكلمة اندول وتلعت تجري من القدى كلها بس مننا افتكر نفسه اسكى اخويته لما لقاها مقاعد طاقتها وعرف منها عنوانه وما جاش على باله لحظة واحدة انها تكون هي اللي مقاعد بطاقة قصد عشان يدور عليها وطبعا دلوقتي بتسألوا نفسكوا يا ترى جوي يعرفها منين فاسمحوا ليقولكم انه كان مخطوف وهو صغير وهي اللي انقذته من ساعتها شايل لها الجميل وعينه دلوقتي على حبيبها جين اللي خانها مع اختها وعلى سيرت جين اللي هو بالمناسبة ابن عم جو رجعت لولو بيتها لقيت جين واختها قاعدين سوا عاملين فيها عصافير الحب فقامت من وجههم بالصور اللي خدتها لهم قدام باباها بس لقيته بيقول لها عبية بينت خطيمك واختك اشرف من الشرف وكمان طلب منها تتأسف لهم ولما رفضت اتقمس جين ومشي زعلان فابوها هزاها وقال لها لازم تتجوزي حد من عائلة شركة جيشو فقالت له بابا هو انت مش مكفيك ان تجوزت واحدة منه مجبتلي مرات اب وهنا مرات ابوها زعاقت راح الراجل لطيشها قلم عشان يرضي مراته اما جوه فكان وسل شركته اللي كان بعيد عنها فترة وطلب من المساعد بتاعه انه يعرف له كل حاجة عن شغل جين وانه مش هيسكت له عشان لسه ما تخلقش اللي دايق البنت اللي بيحبها وهو عايش وبمناسبة له فدخلت قدتها تلمي هدومها وقعدت تبص على سورة لها هي امامتها ووش تالت مقطوع وافتكرت بابا وهو بيقول انهم صحيح مستواهم المادي ما بقاش زي زمان بس كفايا انه يبقى مع بنته ومراته وكانت شايفة ان مامتها اخترت غلط وان الرجالة كلهم مصطفى بحجر وفي اللحظة دي دخلت عليها اختها وقعدت تتاريق على مامتها فابنفهم انها اختها من ابوها بس وبتقعد تقول لها انها بوما وضيعت حبيبها من ايدها عشان كده حباها هي واعترفت لها انها مغفلينها بقالهم حبة حلوين فقالت لها لا يا حبيبتي ما انا عارفه عشان كده كنت سايبهولك خالص واشباع بي وقامت سايب البيت وماشية بس عجلت شنطتها تقصرت منها في الشارع وما كانتش عارفة فاضل ايه تاني يحصل عشان اليوم يكمل وفجأة لقت قدامها جو بعد ما نزل شعره على قدامه افقدنا اعصابنا كلنا وحست انها انتصرت علي وجابته برجليه فعملت عبيته وسألته عرفت عنوان منين فقال لها ما انت وقعت بتاطك وانا لقيتها وتعالي خديها من العربية وبالمره وصلتك فاستغربت قوي انه راكب عربية على اللح كايتها رغم انه بيه وابن بيه بس ما جاش في بالها انه يكون قصد يركب عربية عادية ويلبس لبس بسيط عشان قالت له مبارح انها بتكره الاغنية واولهم حبيبها اللي ما بقاش حبيبها وكانت يا دوب لسه بتفكر تروح معاه وقال لا لا بس لقت عربيته بتمشي لوحدها من كتر ما هي خربونة وكانت هدوس واحد فجري جو عليه وجري تهيت سوء العربية توقفها والحمد لله قدر ولطف والراجل ما حصلوش حاجة بس لما جو ركب العربية سألته ازاي خاطر بحياته كده عشان واحد ما يعرفوش فقال لها اصلا انا جدع قوي وعجبك ولا انت شايفة ايه فقالت له انا شايفة امر الصراحة وبعدين ركزك كده في نتبع على القابط والولد فجأة حس انه في خطر من نظراتها المريبة وارتح لما لقاها بتبعد وبتغير الموضوع وبتسأله عن البطاقة فقال لها ايه دا ننستها في البيت قالت له انت بتعملي الشويتين دول عشان تخدني بيتك وناس تقول لي ماما عينة وعايزة تشوفك فقال لها لا والله ابدا قالت له خلاص مدام حلفت ولما وصلوا البيت لقيته سوء بسيط وحلو فسألته بيشتغل ايه قال لها كهربائي وهو اساسا عمره مغاير لمبة وقاعد يحكي لها انه عطل دلوقتي وبيدور على شغله وان البيت دا بتاع صاحبه يعني حالته حالة فقالت يا ساتر يا رب هي عالته تبرت منه ولا ايه وحست انه حظها وحش قوي عشان حتى الغاني اللي حطت عينها عليه طلع مفلس بس معلش ما الجمال دا ما انسبش برضو بنتنا بتقدر الوجه الحسن المهم قالت له هات البطاقة خلينا امشي وبعد ما ادها لها قال لها يلا سينما قالت له لأ يلا مع السلامة وكانت خلصها تمشي فعرض عليها تعيش في البيت لانه شاف ان هي واهلها مش متفقين قوي ومش لايه مكان تتفش فيه فقالت له خليك في حالك يا شاطر وانسى اي حاجة من اللي في دماغك فقال لها انها لو قعدت في البيت هو هيمشي ويسيبها برحيطه ويقجر اي مكان بقس يعيش فيه فقالت له لا ما يردينيش احنا نقعد سوا هنا بس حضرتك هتشرف على الكنبة والحمد لله وصلوا الاتفاق وبمناسبة الاتفاقات فخلونا نرجع بالوقت الاسبوع فات وساعتها هلاقي له بتسمع ابوها وهو بيتحايل على جين يتجوزها في اسرع وقت عشان البنت خلاص كبرت دا خير انه عايزهم يبقوا قوة كبيرة قدام ابن عمه جوه اللي راجع من بلاد برة عشان كده سو بتركز على جوه لانه وريس الشركة وسكته سهلة وعن طريقه تقدر تدخل الشركة وتحقق في حدسة مامتها اللي كان لفتها حياتها وكانت بسعب شركتهم يعني كده سوه ما تلاعيتش عايزة اي راجل غني والسلام لا دي عايزة جوه بس وبنعرف بعدها ان جوه مركز مع ابن عمه وجاب اصله وفاصله عشان كده لما دخلوا الاب يلوموا انه حشر مناخيره في الشغل وورى له كل حاجة بالمستندات وقال له انه هو اللي خارب الشركة بقراراته الفشلة فراح لباي مرات ابو سوي عياط لها بس لقاها بتقوله فوق لنفسك وإيه لا جوع ياخد كل الموظفين في صفه ولازم توقفه عند حده وفي البيت النور قطع عليهم وكان العطل من عندهم فقالت له شوف شغلك يا باش مهندس فقال لها سوري بقالك تدمي الشغال فلقيته مش هيعرف يعمل حاجة قامت مساعدها وطلع فيه سلك لازم يتغير فراح يشتريه وساعتها هي راحت وراه وشافت عربيته اللي اكبر من صالت بيتهم وفهمت انه غني وبيضحك عليها وقالت مش معقول يكون عامل فقير عشان انا بكره الاغنية وبعدين قعد مننا يقرأ ازاي يركب السلك وركبه لما روح بالتصوير البطيء لحد ما سو جابت اخرها وقالت له انت بتشتغل ايه بجد ياصطح وفي نص كلامها قالت جملة فكرته بيوم خطفه بالضرب اللي اخده فبطنه وجعته فجأة ويتعب قوي وراح يجيب دواء وفي عيز ده كله قال لها انه حضر لها العشاء ويا ريت تاكل بس بنتنا حضرت واين وكانت مستمتعة وهي فكرة انها هي المستضوغ ده على عماه ووضح كده ان الواين عمل عميله سحي تاني يوم على حلم بلاس اتين بطل الاستاذ جو طبعا وحست انه وجوده مش كويس على عقلها البطل واول ما فتحت عينيها قال لها حماتك بتحبك وتلي عمل لها فطار جامل وسعتها قراري الصوت جيب اخره وتشوفه هيفضل عمل فقير لحد امتى لدرجة انه قال لها انه عنده انترفيو شغل وخلى السكرتير بتاعه يكلمه فيديو كل قدامها على اساس انه مدير الشركة ده غير النوم كانوا بيتكلموا عن الاغنية وقالت له انه مش كل الاغنية وحشين فحس انه في فرصة لو قال لها الحقيقة تعتبره من الفرع الطيب وتاني يوم عرفت سومن صاحبتها ان اختها لايان ماشية جيب صريتها في كل حتة فقامت عاملة مألف فيها وفجين وجامعتهم الاتنين في قودة فندق ولمت عليهم بنات الشركة كلهم وتفتحوا على اخر وتخانقت سومع اختها فرجعت البيت والشام نفخ وجوه الي اعليها وحطي لها مية عليه وقال لها ترتاح في البيت وما فيش شغل باش افكرك بس انها مضربة في والشام مش حمل في التالت المهم يعني الاعدة ما انتهيتش بشكل كويس قوي وقالت له سوء انه لو هياخد باله منها النهاردة بكرة هيزهق ويمشي زي كل الرجالة فابنينة تحمى قوي ورح نازل يقابل جين في الشركة الساعة اثنين بالليل وعرض عليه نسبة من اسهمه في الشركة وهو طبعا ما صدق وسأله عن المقابل بس ملحش يسمع عشان دخلت واحدة اسمها جيان فجأة بوزت الديل واول ما مشي جين مسكت جو قالت له منك لله كنت هتضاع على صمك عشان واحدة ست وغريب الحب مين فهمه بصحيء ولما لزله من الشركة قالت له جيان انه راجع عشان حقه وشركته مش عشان يضحي بيهم عشان اوهام ولما سألته عن علاقته بسوء قال لها مفيش بنا حاجة فبتقول له جيان انها حلفته الوحيدة والمفروض يركز في المهم ويركن اي تفاهات اما جين فويس للشركة تاني يوم لقى الفيديو بتاعه هو وليان متصرب ولما وجهته جيان في اجتماع المديرين قال لها انه متفابر كن في حد قصد يوقعه وانه هيجيب حبيبته حفلة الشركة ويثبت للكل انه مش خين وفي الوقت ده كان ابو سوبي بتزها عاطفيا انه بيقول لها انه هيرمي نفسه في البحر لو ما قالتش ان حبيبها مخلص وعمره مخانها لانه لغى كل شغله معاه وعايز يكسبه من تاني ولما رجعت البيت حطي لها جو مرهم على جرحها فسألته اذا كان اتعرف في الشغل على بنته ولا حاجة اما قيل لها انه سنجل وعمره مفكر غير فيها هي وبس وفي يوم الحفلة حاول جوي خب وشه اول ما لقاها دخلة مع جين وبعدها تفرج عليه هو بيقول للناس انه جاب حبيبته مخصوص تشهد ان الفيديو فيك فلاقاها بتقول انها بتحب واحد طيب وشجاع ولطيف واسيم وبيعرف يطبخ والاول على السبع كرات وهو ده اللي هتتجوزه فهم سلاف ودناه وقال لها مين اللي قالك انها تجوزك اساسا قامت فاتحا قدام الناس وايلا انه مصاحب اختها فعلا وانها ما كانتش تقصده هو وكانت تقصد جو وقامت بص عليك انها بتقوله انا عارف حقيقتك والناس كلها قاعدوا يقولوا عليها مجنونة وبتبص الاسيادها ام جو جاي بايسها قدامه معادي خالص وجاب لهم كلهم صدمة حضرية الا ابوها كان فرحان قوي عشان هو موافع على اي عريس غني وخلاص ويا ريت جو اكتفك كده لا ده كمان فضح عماية الجين في الشركة لدرجة انه اغمى عليه وما لقاش اللي يشيله ولما رجع البيت قالت له سنه كدب عليها وكان لازم يقولها حقيقته ما سبهاش تعرفها لوحدها فقال لها انه خفت بعد عنه لما تعرف انه غني وهو بيحبها ومش عايزها تضيع منه وبيقول لها تصك فيه فقالت لانت سدات اني بحبك ولاي انا قلت كده بس عشان اخلص من زن بابا وما تجوزش جين وهنا حس جون الدنيا حطت على جرحه كلونيا وفي وقت ما سو خرجت مع صاحبتها وقالت لها ان جو بقى خاتم في صبعها كان جون جاهز الخاتم فعلا عشان يعرض عليها الجواز وعمال يفتكر يوم انقذته من العصابة واخد عهد على نفسه يحميها زي ما حميته زمان والفعلا لما بتوصل وبتشوف اللي جو عمله والشياكة اللي هو فيها بتقول له ثانية واحدة يسته هو انت هتطلب ايدي بجد فقال لها ايو عشان انا بحبك وعارف ان انت كمان بتحبيني رغم الترومة اللي عندك ووعيدك اني مش هكون زي الاكس الخين بتاعك فوافقت على طول عشان ما عندهاش وقت تضيع وفكرت مع نفسها اني جوازها منه ويخليها تحقق هدفها بسهولة لانه قاله انها شغالة سكفترة معي ويب كده تقدر تحقف ومطممتها كلام في سرقه انا الراجل ده صعبان علي ايه المهم خدها يختاره فستان الفرح وقعدت تدب دف في الارض عشان مش عايزة تلبس فستان ابيض في الفرح وما هيبطيتش غير لما لقت فستان اسود عجبها وهو ده اللي هتتجوز بي يجعلها اخر الاحزان يا فنانة بس مدام غدا عبدالرازي اعملتها قبلك بس وبعدين خلصنا الحمد لله من الفستان ودخلنا في الفوتسيشن وخد صورة جندة للفرح بعنوان احمد وسام يا حبي للابد وقال في مبروك للعروسين وفي يوم خرج جو في فدري وفضلت هي في البيت لوحدها وليت مهندس دي جور جايلها وبيسألها لو كان تصميم البيت طلع زي ما كان جو عايز فما فهمتش قصد اوي لحد مورها التصميم واتصدمت لما لقيته التصميم اللي كانت رسمية لما خطفوها مع الولد وقالت له انها نفس ساعة تعيش في بيت زي ده لما تكبر فبتروح تقابل صاحبتها واتحكي لها ان جو طلع هو الولد اللي اتخطفت معاه وبنعرف ساعتها انهم لما جوم يهربوا وطلع يجروا في الشارع لأمامتها بس للأسف عربية خبطتها وسبعة جول وحدها وطلع يجري ومن ساعتها بصفيته بانه خايل حتى لو كان طفل وده طبعا ما كانش عاجب صاحبتها وشافتها جاي عليه اوي لان الاتنين كانوا اطفال اما سوفا قررت انها ما تقولوش انها كشفته لان شكلها كده هي اللي وقعت في الحفرة اللي حفرتها ليه وهتكمل خطتها عادي وهتنكر اي مشاعر لها تجاهه ولما بدأت تروح مع الشركة دخلت مكتبه وقعدت تفتش فيه ولقت الخدم بتاعه فجيان قفشتها وخدته منه وبعدين لما جه جو مشيت جيان بعد محذرتها ما تلعبش في اللي ما يخصهاش فقالت لجو انها ما تقصدش يعني تاخد الخدم ام واخده وختم لها بيه على ايدها وقال لها ان هما اللي اتنين واحد واي حاجة بتاعته تبقى بتاعتها هي كمان اما جيان فاستلمتها مرات ابو سو وسخانتها على جو وقالت لها انه خلاص سبها وتجوز وما فيش داعي تفضل مخلصة له والاولى تشوف مصلحتها ولما خرجت سو تقعد على مكتبها لقت كرسيها مكسور وكانت حب جو يغيره لها فزملتها قالت لها انت فاكرة نفسك مين يا حلوة عشان المدير يجيب نفسه يغيرلك الكرسي بس الحلوة كلمت المدير فعلا وجيه غير لها الكرسي واستصدمت كل الموجودين ورفعت راسها في الشركة من اول يوم لحد ما جيه جين نكد عليها وقال لها ان جوزها كان مرتبط بجيان قبل كده فما تحلميش ان الجوازة دي تكمل وبالليل عرفت جيان ان سو دخلت على السيستم من كمبيوتر جو وبصت في مستندات قديمة وبنعرف بعد كده انها مستندات بتقول ان ابو جو هو اللي دفع فلوس عشان يقفل قضية حدسة امها فبتروح جيان الشركة تاني يوم وبتقول لجو يحرص من مراته عشان شكلها كده مش سلكة بس ابنين اعترض وقال لها اتكلمي عن مراتي كويس وما كانش مصدق ابدا انها ممكن تعمل علي مؤمرة لحد ما جات له الحالة وتعب تاني وجريت جيان تجيب له الدبا وتنشف عرقه وساعتها دخلت عليهم سو قالت لهم سوري شكل جيت في وقت مش مناسب بس جيان قالت لها بطالي افواره ده جوزك تعبان والمفروض تاخد يبالك منه بس هقول انت شاكلك اصلا متجوزة الغرض تاني في الدماغ عشان كده ما عملتوش فرح ولا جبته بوسي والليسي حتى وبس بقى ومسكه في بعض والغلبان العين ما بقاش عارف يسلك بينهم وبعدها منرجع في لاشباك ليوم الحدسة وبنلاقي ان مرات ابو سوه هي اللي خبطت مامتها بالعربية وطلعت تجري وبعدين دفعت فلوس تعويض لابوها ووعدته بعيشة انية ليه والبنته وتقريبا كده اتجوزته فوق الباعة بعدين اما في الشركة بتروح جيان لجو تتأسف له على خانقتها مع مراته وتقول له ازاي تنسى عيد ميلادي فقال لها معلش مشاغل وكده طم نخرج لا سوري عندك تماع ودي الاجابات الجديدة اللي بقى يقولها من بعد ما تجوز وبخصوص العروسة فاسو دخلت عليه فقال لها انها اكيد هتقضي مع الفلنتين فقالت له لا متأسف انا متعودة قضي مع صاحبتي سناجل مع بعض حتى لو ما بقتش سنجل وبالمرة تحسي يعني ايه حد يسيبك ويمشي وهنا ابننا مفهمش هي لقحت عليه ليه وقام راح اجتماعه مع كلين تقديم وعرض عليه افكار وفالراجل شافه متهول وقال له ازبر شوية وما تصربعش على كل حاجة ولما خرجت مع صاحبتها لقيتها بتقول لها تاخد بالها من جزء وما تخليش واحدة زي جيان دي توقع بينه متشمت فيه فقعدت تشرب وقالت لها انها عارف هتعمل ايه وما فيش كام ساعة وجوه لقى صاحبتها جايبها على البيت ساكرانا فاخدها منها وقال لها انت عاملة في نفسك ده صندوق فقعدت له ما يخصكش يا بتاع جيان فحاول يرضيها لما فهم ان كل ده كانت غيرانة عليه وهو اعلانياته فاكرة عايزة تخرج مع صاحبتها فعلا وان جيان زملته بس ولسه يدوب كانت هتك طنع قامت جيان بعتد له تقول له عايزة شوفك فابنتنا طبعا قلبت وشها بس فكت على طول لما رض عليها وقال لها امراتي مش موافقة بس واضح ان سو شربت كتير وخرفت وكانت بتحاول تتلكك باي حاجة عشان تقول له انت ما بتحبنيش طلقني 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 رح خدها وكملوا الفلانتين في البيت يمكن تفى منه ما بيحبش ولا شايف غيرها وساعيتها جيان كانت بتاكل في نفسها وحست انها خسرت جو عشان كده عملته برسمية تاني يوم في الشركة ومن هنا ورايح المعاملة هتبقى كده المهم راحت بعد كده كلفت سو بشغل يخص مصنع عائلتها وكانت يقيل عليها قوي وطبعا هي قصدت وقعها فراحت اشتاكت لجوزها من كدر الشغل فقال لها ولا همك يا جميل هديكو نص يوم اجازة عادي مانا المدير بس يا حبيبي ما لحقوش يتهنوا عشان بعطولهم يروحوا الشركة فورا وهناك كنا عاملين اجتماع بيتهموا فيه سوء انها مشاركة فساد عائلتها قالت لهم طب وليه مش مرات ابويا بس الستة اصلا طلعت انفصلت عن ابوها وخرجت نفسها من الحوار كله فسو كمان قالت انا مليش دعبة وخلعت من الحوار اللي جين كان مورطها فيه ولما خرجوا من الاجتماع قالت لها جيان انها طلعت سوسة بس مسرها تتكشف وبعدها دخلت سوء ومكتب جو قاعد يقول لها انه في ظهرها وهيحميها وساعتها دخلت جيان عليهم ومعها فلاشة عليها فيديو لسو في البورو ما تعرفش فيه ايه ولا جو هيشوف ايه وكل اللي جيان قالته انه لازم يشوفه الشغل حقيقي بس ابننا اصيل وما يتمنيش الفديحة لمراته وقام مسك الفلاشة ومكسرها قبل ما تفتح وطلب من سو تراوح وبعدين قال لجيان انه مش هيصدق اي كلام يتقال عن مراته انما جيان ما سكتش وراحت مسجلة لسو ابوها وهي بتقوله انها دخلت شركة تحقق غرضها وانها كده كده كانت هتوقع رئيس الشركة وتتجوزه مهما كان مين فقال لها ايوة يعني انت ما بتحبيش جو قالت لحب بقيل انت جاي تقول عليها والدي بعد ما سكتت ثانيتين وساعتها ابننا اللي كان بيسمع معايها مقدرش يسمع اكتر من كده ويسابها ومشي عشان نعرف بعدها ان جيان كانت متفق مع ابو سو على بنته ايه يعي داي حاج المهم رجعوا الاتنين البيت وواجهوا بعد بالحقائق وانهم من يوم البركة نفايقين عادي المستقرانين وقصدين يوقعوا بعض وكل واحد كشف ورق للتاني وقالت له سو انها مش مسمحا انه سبع وهرب يوم ما تخطف ورغم انه قال لها انه عمل كده لمصلحتها ده غير انها عارفة انه مش هيسمحها على اخداعها ليه طول الفترة دي عشان كده لازم تسيب البيت ويتطلقه وفعلا اديت له الديب لو مشيت وفيدل هو يفكر مع نفسه وكان شايف انه ممكن يتخطى انها خد عيته بس عمره ما هيتخطى فكرة انها ما بتحبوش والنبي ده ما يتحبش ازاي المهم يعني سابته قاعد يغني طخونه وعمره ما خانكم وراحت توكل محامي الابوه عشان القضية اللي شيركت جو رفعه عليه عشان خطر ممتع مش اكتر وبعدين افتكرت ان اقسيم الجوازها لسه في بيت جو فرجعت بالليل على هناك تجيبها بس مجاش في بالها ان يكون في واحد شاربه مصطول بيرائبها بس مننا شافه وطرده من المكان وجري على البيت عشان يلاقيها جوه ومعاها اقسيم الجوازهم وبتديله وراء الطلاق فقال لها طلاق مش هطلق واللي عندك عاملية ففهمته انها وكلت محامي يدفع عن باباها في القضية اللي رفعها عليه شركته والاحسن يتطلقه بدل ما يقف قصاد بعض في المحاكم قال لها قضيتنا كاسبانة وهتخسر فلوسه على الفاضي قامت سايبها وماشية ومغيرتش رأيها فراح هو تاني يوم لمجلس الادارة وبلغوا منه هيتنازل عن القضية ودي طبعا حاجة معجبتش الجيان خالص وخلتها تنقل شوية من اسهم جو ليها من وراه اما مرات ابو سو سابقا فقعدت مع طليقة تديله كم صدمة عريق كده زي ان ليان مش بنته وبنت ابو جو اللي خلي بيها وراحت بنا جيان ورمها هي وبما انه واحد باع مراته وقبل العوض فكان سهل عليها تتجوزه وتستغله ويلبس هو ليان اما سوفي عرفت ان جوز هتنازل عن القضية وخرج باباها اللي ما يستهلش من السجن فقلبها رأق ومال ورجعت على البيت لبس الدبلتها تاني وكلمته قالت له انه غاب يورط نفسه مع الادارة عشان خطرة وهما اساسا هيتطلقه فقال لها وانا مش قلتلك طلق مش هطلق وما خبيش عليك والحوار ده كان بسيطها وقاليقها في نفس الوقت عشان كده لما رجع البيت ولقاها قالت له انه محدش غير اهتم بيها من بعد ما ممتها ماتت وهي مش لاية سبب لده فقال لها صباح الخير يا سوو انا بحبك من اول الملخص لو مش واخد بالك وده سبب كان في اول اللي بعمله ولما سألته ليه مش راضي يقول لها سبها ليه وهرب قال لها انه كان صغير وكفاية كسفته من نفسه عشان ما ساعدهاش فقدرت مشاعره وسمحته والرجع تاني يعيده الانجاد وتاني يوم في الشركة مجلس الادارة ضغط عليه وقال له طالما ابو سوو ما طلعش الفاسد اتفضل دور لنا علم بوز علينا شغلنا وساعتها سو وقفت جنبه كتفي في كتفي وكانت مستعدة تساعده المراضي من غير خطط خبيثة وفي مرة وهم بيتكلموا بعت لها جين انه عايز يشوفها فابننا شاف الرسالة وخلها تكتب له سوري جوزي مش موافق بس بعدها تفقت مع جو تروح تقابله وتشوف عايز ايه فلقيته بيقولها انه تنصب عليه وعايز يبيع اسهم ويعود خسارته فقالت لتسلم ايد اللي نصب عليك والله عمل فينا كلنا معروف مش هلنساه وقالت له انها اتفكر في موضوع الاسهم وروح تتكلمت مع جوه فقال لها مين يرفض اسهم جيله من الهوى وقاموا واخدين الاسهم فعلا بس جو ما توقش انهم يفتروا عليه في اجتماع مجلس الادارة ويدخل عليه جين بنفسه بمستندات عليها امدته ويقوله انه هو اللي فسد اللي بيدوره عليه وفي اللحظة دي بتدخل بنتنا سو داخلها جامدة ولا الافلام كأنها بتقولهم انها جاية جيب حق جزي عالم يا مفترية وفعلا دخلت واثبتت له منهم مزورين خط مجوه وان الفساد اساسا اتعمل عشان جين وطلق تبصوه وفي النهاية طردهم كلهم من الشركة بس مننا طلع اصيل وسلم ادارة الشركة لجين بعد ما طلع عارف انها نقلت اسهمه ليها اه دي يكون خلص ملخصنا مستنيين نعرف رأيكو فيه وطبعا ما تنسوش تشتركوا في القناة لو لسه مشتركتوش وتفعالوا الجرس عشان ما تفوتوش ملخصاتنا الحلوة ابدا ويه سلام